موسيقى موسيقى مساء الخير على كل السيدة المشاهدين اللي بتابعونا في كل مكان جوا مصر وبرا مصر أهلا بيكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من أنتي وطبعا يعني إن شاء الله فقرات مختلفة ومتنوعة زي ما احنا دايما متعودين وطبعا مستمع مشاركتكم ليلى من خلال أرقام تليفونتنا اللي هتكون موجودة على الشاشة على مدار الحلقة وكمان مستمع متابعتكم لينا ومشاركتكم لينا وأسئلتكم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإن شاء الله يعني الحلقة النهاردة تحوز على إعجابكم لأنها هيكون فيها موضوعات مهمة جدا وتهم كل أم تحديدا كل أسرة مصرية طيب برضو الدنيا النهاردة طبعا زحمة جدا وخلاص هو ده الواقع هيبقى كل يوم من ساعة المدارس دخلت ده إن كان من الساعة 2 أو 1.5 لحد الساعة 3-4 الدنيا فعلا حرقيا وقفة فالعايز يعمل أي مشوار يعني يحبز يكون قبل كده أو بعد كده لأنه فعلا فعلا الدنيا وقفة وزحمة جدا جدا عام دراسي جديد إن شاء الله على كل الأسرة المصرية يكلل بالنجاح وبالاستفادة وكل حاجة جميلة إن شاء الله لأولادنا بس مبرح كده إيه حصلت معايا حاجة بعد ما خلصت البرنامج على طول وروحتي يعني قابلت واحدة صاحبتي وبعد يومها الطويل بقى مبارح قعدنا كده مع بعض نشرب شوية شاي مع بعض وندردش كده سوا وفجأتني بحكايات يا جماعة عن أول يوم مدرسة وعن اللي شافته وهي بتوصل ابنها للمدرسة تخيلوا بقى كده معايا قصة عاملة إزاي الحقيقة كانت الحكاية اللي هي عملة بتحكيها لي كانت بالنسبة لي صدمة ليه؟ هي بتقول لي إنه غالبات الأطفال اللي كانوا دخلين المدرسة محدش فيهم عارف يتكلم كلمتين على بعض بتخيلين؟ يعني من سن بقى إيه خمس ست سنين لغاية فوق مثلاً بتبقي محدش فيهم عارف يتكلم كلمتين على بعض واللي عارف يتكلم بيتكلم إنجليزي شوية فدي مشكلة دي مشكلة كبيرة جداً حقيقة أنا شايفة أن الموضوع ده أساسه بقى بصراحة كده الإهمال في التربية الأمهات بقى اللي بتريح دماغها وبتحط ابنها قدام أو بنتها يعني قدام الأنيميشن والموبايلات والفترات طويلة طبعاً بدون أي تفاعل مع المحيط بتاعه أو أنشطة مثلاً تنمي مهاراته أو مهارات التواصل عنده تجيب له مثلاً كتاب يرسم حاجات يحل بوزل يا جماعة أو الله يعني أنت البوزل ده اللي هو المكعبات اللي بتتراكب عشان يكون صورة في الآخر دي مهمة جداً وعلى فكرة بتوعي الإدراك عنده بشكل كبير جداً وبتنمي الزكاء كمان لأنه بيعايز يخلص الصورة دي ويحاول أنه هو يجمعها عشان يكون صورة في الآخر مثالية فدي حاجة جميلة جداً من الحاجات اللي ممكن نجيبها لأطفالنا في السنة ده أو في السنة صغيرة جداً فيهم هات كتير بصراحة تسيب أولادها قدام الأنيميشن والحاجات دي كلها وده بيوصل أي طفل طبعاً للتأخر في الكلام وللتأخر في الزكاء وده كله بنشوفه بقينا بنشوفه الفترات اللي جاي يمكن لو رجعنا شويتين تلاتة أربعة كده للأجيال اللي قبل كده والجيل بتاعنا واللي قابلينا هتلاقوا أنه يمكن فكرة أو حتى يعني مرض التخاطب أطفال قليلة جداً جداً إنما النهاردة احنا بقينا بنسمع عنه كتير ومعظم البرامج بتتكلم عنه ومعظم الناس بتتكلم عنه والدكاترة فيه كترو جداً في المجال ده فيعني دي حاجة على فكرة جهاز انظار لازم ناخد بالنا كويس قوي منه طبعاً يعني الأمهات فاكرين أنه هما لما بيسكتوهم بالحكاية دي بأنهما يسيبوا لهم الأفلام دي على الموبايلات وما كده بيريحوا دماغهم طبعاً وما فعلاً بيريحوا دماغهم بس الفترة لفترة صغيرة جداً بالعكس أنتو الفترة دي هتبقى أقصر مما تتخيلوا وانتو كده بتدمروهم بتدمروا ولادكم أنتو مش حاسين أنتو بتعملوا إيه الطفل ده محتاج الأنشطة والتفاعل والتواصل علشان ينمي مهاراته طول الوقت على مستوى التفاعل مثلاً الاجتماعي العيلة تخديه معاك في الزيارات ما تسيبهوش ما تسيبهوش قاعد لوحده في البيت مع الناني خديه معاك في الزيارات خديه معاك في المشاوير بتاعة البيت لو بتعملي أي حاجة وخدي رأيه واتكلمي معاه يعني حاول تخليه يتكلم ويسمع جمل علشان يكون مفردات وجمل كتير جداً يحاول يعرف يتكلم هو بيبدأ البداية من البيت مش من المدرسة يعني إيه هتفتكري أنه ماشي لما هودي أبني المدرسة هم بقى هيتولوا المرحلة دي أو هيتولوا المشكلة دي لا بالعكس أنت بتظلمي بتظلمي زغم كبير جداً وهو هقولك ليه مهارات الزكاء بتنامي المخ بشكل كبير قوي 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 تنسوا الموضوع ده بالألعاب وبالحكايات ومش لازم هو يقرأ أنت يقري له فدي برضو بتكون مفردات كتيرة جداً عنده بلاش تدمروهم بأيديكم بلاش لأنه أنت اللي هتتعابي وانت اللي هتلف بيه عند الدكاترة علشان طبعاً تحاولي تحلي المشكلة اللي أنت اتسببتي فيها من الأساس يعني أنا ما تمنيش أن أنا أشوف ده ولا أتمنى أشوف أي أم بتلف بابنها عند الدكاترة لأنه حقيقي بيصعبوا علي جداً جداً فاستنوا النهاردة في فقرات حلقتنا لأن أنا وعدتكم إن الحلقة النهاردة هتكون مفيدة وهيكون فيها فقرات مهمة وخطيرة جداً هنتكلم معاكم باستفادة في القصة دي وهنستقبل اتصالاتكم وهندردش في الحلول وفي كل اللي أنتو عايزين تعرفوا إن شاء الله النهاردة في فقرات أنسي هتعرفوا كل حاجة تخص الموضوع ده طرق الوقاية طب لو يطارة مثلاً طفي فعلاً وصل لمرحلة دي وأنا مش عارفة أتصرف أعمل إيه؟ أخذوا لدكتور متخصص في إيه؟ أبدأ ألعب معاه إزاي؟ أبدأ أوجهه إزاي؟ فكل الحاجات دي إن شاء الله النهاردة أنا أحاول أن أنا أيسرها لكم وأحاول أن أنا أطرحها على ضيوفي علشان تستفيدوا على قد ما تقدروا فيه بقى إيه؟ حاجة حلوة كده بعيداً عن الموضوع ده بقى وإن شاء الله يتحلوا بإذن الله كل أم بس تاخد بالها الفترة اللي جاية دي على طول فيه حاجة حلوة جداً حصلت عايزة أتكلم فيها معاكم يمكن من يومين كده انطلق الموسم التاني للمهرجان النسائي هي والفنون وده بحضور مشاركة المطربة العالمية الميز والسوبرانو فرح الديباني وطبعاً هي مصرية أول واحدة انضمت لأوبرا باريس وأول واحدة أو مش أول واحدة بس هي غنت أمام الرئيس الفرنسي معنوال مكران عشان طبعاً دي حاجة احنا نفخر بيها جداً جداً فرح الديباني مشاركة وفي كل حتة وزي ما بقولكم هي أول سوبرانو مصرية وأول سوبرانو مصرية تنضم لأوبرا باريس ففرح الديباني افتتحت فعاليات المهرجان وده بحفل غنائي جميل جداً جداً احتضنوا مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية وفرح الديباني طبعاً المعروفة في لمساتها الموسيقية الخاصة جداً جداً حاجة كده روعة وجميلة تحب ان انت تسمعها وتشوفها أنا شفتها في كذا لقاء بصراحة وهرجع أقول ان اللي اهتم بموهبتها ووجهها كان والدتها والدها وهي صغيرة فاهتموا بولادكم ونموا موهبهم لو هما شاطرين في حاجة ساعدوهم ان هما يكبروا الحاجة دي يمكن تكون هيا دي مجالهم بعد كده وهم اللي ينجحوا فيه ويبقوا من أهم العلماء يمكن من أهم النجوم في الفن في الرسم في أي حاجة هما بيحبوها الجميل بقى في المهرجان ده انه من أوائل المهرجانات الفنية في مصر اللي بتركز بشكل أساسي على فنون المرأة كل حاجة تخص المرأة واللي بتحتضن عروض موسيقية وغنائية استعراضات ومسرحيات بتكون البطلة فيها هي المرأة وده احتفاءا بإبداعاتها وتقديرنا أو تقديرهم هما لفن المرأة اللي بتقدمه السنة دي بقى المهرجان بيهل علينا بنسخته التانية وبيستمر لمدة خمس أيام متواصلة لحد بكرة أربعة أكتوبر هيكون آخر يوم للمهرجان وكمان المهرجان السنة دي يمكن فيه توليفة منوعة كده من العروض الفنية عروض راقصة استثنائية هيكون فيها أو بتقدمها الراقصة إمي سلطان وهي راقصة جميلة جدا مسراحة وعروض غنائية كمان جماعية لفرقة بهججة وهي فرقة حلوة جدا على فكرة بتقدم عروض لطيفة قوي قوي واللي راحوا وشايفوا العروض بتاعتهم انبسطوا جدا يعني فالناس اللي بتحب المزيكة والحاجات دي يعني يروحوا تفرجوا وتابعوا الفعاليات دي وطبعا حفل غنائي للمطربة الإماراتية الماس وعروض مصرحية عرض مصرحي اسمه ضلع مؤنى السالم وكمان فيه عرض غنائي للسنائي حافز وبستان وحفل المطربة كمان ماء كمال وعرض موسيقى لعازفي الهارب منال محي الدين وهي برضو من الناس الجميلة جدا والشطرة جدا جدا في آلة الهارب آلة الهارب دي مش كتير بيلعبوها فاللي بيلعبوها بيمقون جوم في مجالهم بصراحة فاخدوا بالكم من الموضوع ده بالإضافة لعرض إقاعي مميز لفرقة طابلة طابلة 6 ومسك الختام بقى في المهرجان ده هيكون بعرض أركسترا النور والأمل فأركسترا النور والأمل ده من يعني الأركسترز الحلوة جدا جدا واللي هتستمتعوا بيها وإن شاء الله هيكون المهرجان ده بيطل علينا طبعا بنسخته التانية كان موجود السنة اللي فاتت وتعرض في شهر 9 برضو هم اختاروا شهر 9 يمكن من كل سنة وإن شاء الله برضو نشوفهم بيطلوا علينا بإذن الله الفترة اللي جاية يمكن السنة اللي جاية بقى إن شاء الله برضو في نفس الوقت من العام وعشان نعرف أكتر عن المهرجان تعالوا كده مع بعض نشوف التقرير ده لعملته مرسلتنا الجميلة جهاد عصا ونرجع لكم مرة تاني من وسط البلد وبالتحديد من مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية انطلقت فعاليات مهرجان شي ارت أو هي الفنون في نسخته التانية وزي ما باين من عنوانه مهرجان هي الفنون يحمل طابع خاص يتمحور حوالين المرأة في تقدمها لشتى الفنون الفكرة جات من أنا بشتغل في الإدارة الثقافية وكنت بشوف سيدات كتير أو فنانات كتير عاملين في الفنون موهوبات وعندهم موهوبة كبيرة جدا ولكن مش واخدين الفرصة الكافية أو معنهمش الهايلايت بشكل كافي فالفكرة جات من هنا إن احنا ندعم المرأة والفنانات بطريقة أحسن وبشكل أكبر عن طريق إن احنا نوفر لهم ساحة مخصصة ليهم يقدروا يعرضوا فنانهم عليهم والجمهور والناس تشوف وفي افتتحية المهرجان ذو الخاصية النسائية النعيمة تواجدت الفنانة العالمية المتسو سوكرانو فرح الدباني اللي أمتعت الحضور بمجموعة من أغاني داليدة بصحبة أركسترا شي أورتز المكونة لأول مرة من خلال المهرجان وبقيادة المايسترو الألمانية ماجدلين كلين في زيارتها الأولى لمصر للمشاركة في المهرجان مبسوطة إن احنا عملنا حاجة أول مرة تحصل في مصر إنه يبقى فيه أوركسترا كامل من السيدات وبيوقادوا بقائدة ست فدي حاجة بالنسبة لي كانت مميزة جدا مش زي أي حفلة يعني دي فعلا حفلة مختلفة بالنسبة لي وفي ناس وقت أنا مبسوطة إن أنا قدمت بقى داليدة لأنا أراد بغنية كتير بس قدمتها بأوركسترا كامل أول مرة في مصر في الإطار هي الفنون يعني إن هي الفنون دينا المساحة وديني يعني الفرصة إن أنا أعمل ده فدي حاجة بسطاني جدا وتضمنت احتفالية الافتتاح عصف فريد لأوركسترا شي أورتس لمقطوعات عالمية وانضمت ليهم الفائزة بجائزة المهرجان السنة اللي فاتت كاثي حليم وغنت أغنيتها الناس الحلوة واختمت الحفلة بفرقة بهججة اللي فعلا كانوا اسم على مسمى وأبهجوا الجمهور بأغنياتهم وأبرتتهم اللي دمها خفيف جدا وبتودي الموت لحتة تانية خالص إحنا خمس بنات بدأنا من 2015 بنغني فن المونولوج إحنا بنحيي فن المونولوج بشكل معاصر فن المونولوج بقى بتاع سمايا سين وسرايا حلمي وشكوكو إحنا بنحيي بس بشكل معاصر بأغنينا اللي بتكون من كلمتنا وبتطعين من بعض أغاني الكراس اللي بتفكر الناس بفن المونولوج إحنا سعداء بمشاركتنا في مهرجان هي الفنون مهرجان كل السيدات المصريات ومن برى مصر برضو كلها بتجتمع على حب الفن وعلى مزاولة المزيكة السنة اللي فاتت أولا على الستيج نفسه ما كنتش هاي بأي حاجة كان أنا حاسة أنا جاية أغاني كده وخلاص ما كانتش فرق معايا أن أنا أدخلها كاكمبيتشن ونكسب كان فرق معايا أن أنا أطلع على الستيج وأغاني أغاني أغاني بحبها حتى كانت أغاني صعبة كان أول مرة أغانيها إن بابلك المرة دي بقى أحاسة بالمسؤولية مهرجان هي الفنون في السنة التانية على انطلاقه بسا عمره صغير لكنه أثبت عن جدارة كبره في الإيمة والمحتوى والهدف فهو بالتأكيد اتولد كبير احتفالية نسائية بامتياز مهرجان شي أعتس أو هي الفنون بيقدم فنون مختلفة وممتعة من موسيقى لغنى لرأس لمسرح والبطلة فيه هي المرأة جهاد عصام انتي اي تي سي زي ما شفنا مع بعض التقرير اللي فات ده في شي أعتس أو هي الفنون وزي ما بيقولوا كده المهرجان بدأ كبير وهيفضل كبير وطبعا المشاركات اللي كانت فيه كانت مشاركات عبقرية جدا وحلوة جدا وتم كمان يعني استضافة مجموعة كبيرة من نساء الفنانات من دول مختلفة بر مصر فطبعا دي حاجة جميلة برضو بتحس على السياحة وشي جميل جدا ان هم يكونوا موجودين في مصر ويرجعوا مرة تانية علشان يحكوا عن تجربتهم واللي شافوه في مصر والحاجات دي كلها وطبعا يعني كل كوم وفرحة دي باني كوم تاني امتعتنا كانت يمكن هقول ايه بالدليدة بقى غني دليدة وهي بتحب جدا تغني الدليدة يمكن زي ما هي قالت في التقرير اللي فات ده على طول وقالت انه شي أرت أو هي الفنون سنحلها الفرصة زي ان هي تقدر ان هي بأوركسترا كامل من غير ما يكون نقصه ولا عازف أو ولا آلة كل الأوركسترا كان موجود عازف معاها أغاني دليدة وطبعا بصوت فرحة دي باني طبعا دي حاجة يعني عارفين المكس ده بقى هو ده بقى الحاجة فعلا اللي تعدل المزاك حاجة كده ولا أروع وزي ما بيقولوا كده فرحة دي باني دايما لما بتكون موجودة في أي مكان بترفع على مصر بترفع اسم مصر فدايما احنا فخرين بيها ودايما فخرين بوجودها في أي مكان وزي ما انتوا عارفين هي ليها تقلها برا مصر والناس عارفاها كويس جدا برا مصر وليها جمهور كبير قوي بيروح لها مخصوص علشان يتفرج عليها وبيقطع التذكار علشان يروح يتفرج عليها من الجمهور الفرنسي وغير الفرنسي والألماني يعني دول كتيرة جدا بتروح مخصوص لما بتروح تزور باريس لازم تروح تزور الأبرا في باريس عشان تتفرج علي فرح الديباني أو عرض لفرح الديباني طيب بتمنى ان شاء الله طبعا التوفيق لشي أردس أو هي الفنون وزي ما انتوا عارفين ممكن احنا كان موجود معانا الخميس اللي فات ده على طول كاتي حليم وهي اللي كانت فايزة بأولى جوائز شي أردس كانت هي اللي فايزة بالجائزة الأولى في الغنى غنت طبعا المراضي في النسخة التانية من المهرجان وأغنت أغنيتها اللي كانت فايزة بيها وطبعا السنة اللي فاتت كان الموضوع مختلف كانت لسه مش عارفة زكات هي لها تفوز ولا لأ فما كانش عندها نوع من أنواع الخوف أو الهيبة أو الحاجات دي كلها نهاردة طبعا الموضوع يتنقل للمسئولية فالحكاية اختلفت تماما مبروك لكاتي طبعا وان شاء الله مبروك لكل اللي ممكن يكون هيفوز في مهرجان شي أردس طيب عايزة أقول لكم بقى خبر لطيف جدا معانا كمان النهاردة إن وزارة التضاون الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع مين مع مدرسة ابتكار خانة وده زي ما انتم عارفين كده أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر وفي الوطن العربي كله وكمان البروتوكول تم توقيعه بالشراكة مع مؤسسة دروس البروتوكول ده أول المشروع اللي تم الشراكة عليه بهدف أو هو بيهدف لدعم جهود الدولة المصرية في محافظات الفيوم وبني سويف بالمبادرة الرئاسية حقاة كريمة وده طبعا عن طريق تمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاجتماعية إنك حاجدا وده بتقدم حلول للمشاكل اللي بتحتاج مواجهة فورية يعني فيه كده حاجات بتبقى طريقة ولازم يكون فيها على طول حلول فورية فده كله بيتم على طول وده طبعا هيساهم في خلق بيئة عمل صحية تشتغل فيها مع المبدع الاجتماعي وفريقه ومنظمته من أول مراحل التفكير لحد مرحلة التنفيذ على طول الفعلي لفكرته أو للفكرة المطروحة وعشان نتعرف أكتر خلينا على المشروع ده خلينا كده نروح مع بعض نشوف تقرير صغير قوي لمواجستتنا الجميلة مونة زهدي ونرجع لكم مرة تاني بخطوات سبتة بدأ عمر يحقق أحلامه بعد صبر وانتظار كبير خليكن واحد من الفائزين اللي شاركوا بأفكارهم في تقديم مشروعاتهم الإبداعية فحفل مدرسة ابتكار خانة اللي بتعتبر أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي فكرة مشروعي أن احنا بنشتغل على عادة تدوير النفايات الصلبة ومحادثين ثلاث ألواع بس كبداية وهي الورق والبلاستيك والألمونيوم وإحنا بنشتغل على الفرز من المنبع وبنقوم بالأول في عملية توعية بالفرز من المنبع ده عشان ناخد النفايات مفروزة فوفر عليها تكلفة ووفر عليها وقت ومجهود وقدر أن أنا أوصل الكميات دي للمصانع بوقتها أقل وأتكلفها أقل عاملين برنامج اسمه برنامج بناء بيشتغل على حوالي 12 برنامج تدريبي وبعدها بنزلهم تدريبات عملية وبعدها بنأهلهم ونوظفهم في الشركات والمصانع داخل محافظة بنسوي البرنامج بيستهدف فئة الشباب من عمر طبعا 21 سنة إلى 35 سنة بس إحنا كنا بنستهدف حاجة مهمة جدا في هذه الفئة الشباب اللي عنده فكرة إبداعي أو فكرة مشروع قابلة للتطبيق أو فكرة تكون مبتكرة الحفل الختامي للمدرسة بيقام بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسس دروسوس بالإضافة لحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الاجتماعيين وصناع التغيير في مصر لدعم جهود الدولة المصرية من خلال مبابرة حياة كريمة للمساهمة في خلق بإتعامل مزدهرة سعيدة جدا أن يكون ابتكار خينة بيفتح الطريق للشباب للرجال والنساء وفي المناطق العشوائية في الريف في الحضر أنه بيفتح المجال للشباب يجي بأفكار جديدة ويبتكر ويدرس الكلام دوت وبيدرسوه معاهم بيعمل مشروع بيعود بأثر طيب على المجتمع وعلى البيئة وعلى الشخص نفسه تطوير ولما الفكرة بتنجح بنقرر نفس المشروع في أماكن عديدة إحنا مش بنمول شركات عادية إحنا بنمول شركات اجتماعية يعني شركة لازم تكون بتحل مشكلة في المجتمع الفكرة كلها إن إحنا بنضرب الشباب دول لمدة 6 أشهر لـ 8 أشهر مجدئية على إزاي يعمل المشروع إزاي يفكر إزاي يبقى عنده تفكير تحليلي إزاي يبقى عنده إدارة إزاي يزير شغلوك وبيدرسوه عمل خطة عمل جيدة جدا جدا ومنافذة يعني ما بيخرجش عندنا من 8 أشهر دول غير لما يكون قراد ينفذ فعليات الحفلة تنوعت بين مشروعات عديدة وأفلام تسجيلية بتحتوي على أهم الإنجازات والأنشطة الخاصة بالفائزين لإتاحة الفرصة في تنفيذ مشروعاتهم من البداية للنهاية مشروع الشراكة اللي بتقوم بيه مدرسة ابتكار خينة بتعاون مع وزارة التضامن مش بس بيدعم الشباب في تنفيذ مشروعهم النكحة لكن كمان بيهتم بكل مواهبهم الإبداعية للارتقاء بمستوى الخدمات في الدولة المصرية من زهدي انتي اي تي سي ترجع للكم مرة ثانية بعدما شفنا التقرير الجميل اللي عملته مرسلتنا الجميلة من زهدي وطبعا الوزيرة نيفيني قباج وزارة التضامن الابتماعي كلمت عن فكرة أنهم بيتبنوا أي فكرة تكون بترجع للبيئة أو لصالح البيئة وبيتم منقشتها وبيتم منقشتها معاهم وبيعودوا عليها والفكرة دي لو نجحت بيلفوا بيها المحافظات والقرى والنجوع والمناطق الملنائية علشان يحاولوا يفيدوا بيها كل مواطن في مصر طيب تعالوا بهم أقول لكم عندنا إيه النهاردة الفقرة الأولى يمكن في بداية الحلقة كده كنا تكلمنا عن فكرة تعثر الكلام أو فكرة التخاطب عند الأطفال فهنتكلم في الموضوع مهم جدا ومشكلة بتواجه أطفال كتير قوي للأسف الشديد أنا بقيت بشوفها وكذا واحدة من صحباتي كلمتني عنها وقاليت لي عليها وحسن لأطفالها بدأوا من هما يروحوا في السكة دي الأطفال اللي بتواجه مشاكل في الكلام هنتكلم عنهم النهاردة ولعندهم مشكلة التخاطب عموما هنتكلم عنهم النهاردة الموضوع بقى واضح جدا لما الأطفال بدأت تروح فين؟ المدرسة طبعا لأن هما بدأوا يختلطوا بأطفال كتير جدا وبدأوا يحسوا أن هما مختلفين لأن هما مثلا شايفين أصحابهم بيتكلموا أكتر بالطلاقة أكتر وهم لأ فاحنا هنناقش الموضوع ده أكتر النهاردة مع الدكتور رشا سيمي وهي استشاري أمراض التخاطب ورئيس مجال التخاطب في المركز القومي للبحوث حتى وردنا النهاردة في استوديو أنسي هنعرف مينها كده يعني طرق وقاية من المرض وهل فيه فعلا ولا لأ طب والطرق دي احنا ممكن ننفذها في البيت علشان بس نلحق أولادنا قبل ما يروحوا في السكة دي لهم عندهم استعداد لأنه برضو فيه أطفال بيبعندهم استعداد هم مولودين كده بس طبعا بتفرق لو هم اللي عندهم استعداد أو أنا اللي ودتهم في السكة دي طيب النهاردة كمان احنا بحضرين لكم فقرة أنا بشوف إن موضوعها جديد ومهم جدا جدا مين فيكم سمع عن مصطلح اليقظة الزهنية طب هو علاقته بإيه بفهم حالتنا النفسية مشاعرنا المتدخلة السيطرة على حالات القلق والتوتر اللي بنبر بيها وهو ده مرض العصر فأكيد كلنا بنمر بالتوتر والقلق الحقيقة دي حاجات بنحتاجها كلنا كتير جدا ومنبقى مش عارفين إزاي نتعامل معاها أو نسيطر على أفكارنا في الوقت ده إزاي النهاردة هنتناقش معاكم في الفكرة دي مع الأستاذة سماح أبو الصعود مدرب اليقظة الزهنية اللي هتنوارنا النهاردة في ستوديو أنتي هنتكلم معاه في الفقرة التانية في الموضوع ده إن شاء الله مستنية مكالماتكم مستنية رسائلكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك هنروح لأول فاصل ونرجع لكم مرة تانية عشان نستقبل أولى فقراتنا أولى ديوفنا النهاردة في أنتي استنونا رجع لكم مرة تانية مشاهدي أنتي وطبعا يعني بنستقبل أولى فقراتنا أولى ديوفنا النهاردة في البرنامج وزي ما قلت لكم هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا وهو الأطفال اللي بتعاني من أمراض التخاطب وازاي تكتشف أنه ابننا عنده أزمة في التخاطب ولو مثلا خلينا الطفل يروح المدرسة وهو عنده المشكلة دي أو مشكلة التخاطب بيكون حل صحيح ولا حاجة ممكن تأذي الطفل أكتر وتيجي عليه أكتر هنعرف إجابات كل الأسئلة دي من الدكتور رشا سامي وهي استشاري أمراض التخاطب ورئيس مجال التخاطب في المركز القومي للبحوث أهلا بيك يا دكتور رشا أهلا بيك ونورانا النهاردة والحقيقة احنا بنتكلم في موضوع الساعة لأنه أنا حقيقة أشوف حوالي كتير جدا أطفال عندهم مشكلة في تعثر الكلام وفي التخاطب وما بيبقاش فيه ريأكشن كده بالمقارنة بالأجيال اللي فاتت يمكن ده بقينا بنشوفه كتير قوي خلينا قبل ما نخش في الموضوع أكتر ونتكلم فيه عايز أعرف الفرق بين طيف التوحد وما بين مشاكل أو مرض التخاطب لأنه أحيانا بيحصل دمج بين المصطلحين طيب أول حاجة التوحد بيكون طفله مش بيشتكي من حاجة واحدة بيكون بيشتكي من سمات مختلفة يعني مثلا بيكون ما بيتواصلش بالكلام عنده مشكلة في أنه هو مترنش يكعيش في العالم بتاعه ما بيلعبش مع أطفال عنده poor eye contact ما عندهش تواصل بصري كويس مش بيعبر عن نفسه خالص ممكن ما بينفزش أوامر أنسي بتقولي هالو طفله عنده مشاكل حسية طفله بتحسي أنه هو غير اجتماعي عنده مشاكل مختلفة صحيح ما قدرش أشخص توحد من أنه الطفل بس متأخر في الكلام لأ الطفل لازم أشوفه بعمل له اختبارات معينة بعمل اختبارات وكذا حاجة مع الأهل وفورمز الأهل بيملوها وبكلم معهم أكتر من مرة أشوف الطفل إيه مشكلته بالزبط وإيه مشاكل للأهل وساعاتها بشخصه إذا كان توحد أو لا الطفل اللي متأخر عادي في الكلام أنت تقصودي بمشكلة في التخاطب كتأخر كلام كأصدك كمشاكل تانية هو أنا مش عارفة هل التخاطب أصلا فيه درجات وهل فيه مشاكل عدة ولا هو التخاطب بس عبارة عن أنه الطفل ما بيتكلمش في السن المفروض الطفل يتكلم فيه التخاطب ده دكتور التخاطب لكن هو بيبقى طفل متأخر في الكلام طفل عنده مشكلة في اللغة مثلا طفل عنده مشكلة في بعض الحروف طفل متأخر في النطق طفل عنده تلعثم طفل عنده خنف طفل عنده مشاكل مثلا في البلع أو حد كبير عنده مشاكل في البال سواء صغير أو كبير يعني أمراض التخاطب بتشمل الصغيرين والكبار أمراض صوت دي تبع المشاكل اللي احنا بنقابلها اللي احنا دلوقتي ممكن نتكلم مثلا أو نقول الفرق بين طفل عنده طيف توحد أو طفل تاني عنده تأخر كلام في المدرسة لما بيدخل يفرقوهم ازاي فيه طفل بيبقاش عنده استجابة خالص وفيه طفل بيبقى بيستجيب بس مش بيرد علي بينفذ أمر أنا بديهوله بس مكسوف يرد أو ما عندوش حصية لغوية كافية عشان يرد ساعتها دوت ببتدي أبعته لدكتور أمراض تخاطب بتجيب الأهل بتكلم معهم كمدرس شوفت المشكلة دي في الطفل دوت مش لما بقارنه هو مش زي صحابه مش لازم أشاوره أقول بالزبط عنده ايه مش دور المدرس هو هيقول هو مختلف عن صحابه في كذا يعني هلا دور المدرسة مهمة جدا في ان هو برضو يواعي الأهل بالمشكلة اللي عند الولد لأنه هما كمان بيتعاملوا معهم بشكل لازم يكون فيه يعني أكشن وريأكشن بالزبط كده فلو لقيت المدرس بين اللي بعض الكنسورنز اللي عنده هو قلقان من الحاجة معانا وشايف الطفل دوت مش زي أقرانه ساعتها الأهل بياخدوا الكنسورنز بتاع المدرس ده وبيروحوا يستشيروا الدكتور أمراض تخاطب طبيب نفسي أطفال أو أيا كان الحاجة اللي هما شايفين هما محتاجين يستشيروا الدكتور فيها وساعتها بيعمل اختبارات ونعرف إيه مشكلة الطفل طب سؤال كده دكتور رشب عشان خاطري إيه خليلا نتكلم بشكل واقعي أكتر هو فعلا الفيديوهات والألعاب والجيمز اللي الأطفال بنسيبهم بساعات كتيرة جدا قدام الموبايل قدام التلفزيون دي فعلا ممكن تأثر عليهم وممكن تجيب لهم كرسة دي كرسة لا مش هجيب لهم متوحد عشان بس يعني لقواقعين لا بيجيبش توحد لكن طبعا بتعمل تأخر طبعا بتعمل تأخر بتعمل تشتت بتأثر على التركيز عند الأطفال بتأثر على التفاعل تخيل الأطفال مش مش اجتماعيين أي مور بتخيل الطفل بيبقى مبسوطني هو بيلعب مع حاجة مش طالبين منه حاجة مش طالبين أي انتر اكشن قاعد مكان وما بيتحركش مش طالبة منه أي فزيك الاكتفيتسي فطبيعي الأطفال تتبسط بحاجة زي كده لكن الأهل بيأذوا أولادهم جدا لما بيسيبوهم قدام الشاشات دي بتأثر طبعا يقولك ده بيجبير أوي طبعا تدمير يقولك الطفل ده ده زكي جدا ده بيعمل كل حاجة ده بيلعب لعب ده بينزل حاجات أنا معرفش أجيبها أي مش ديش شطرة هو ده ده حاجة أنا بتلقى منها ولا أرسل فإزاي الطفلة هيتطور الطفل بيتطور باللعب الطفل بيتطور بالتمرينات الطفل بيتطور في الحضانة الطفل بيتطور لما كان زمان بيسيبوا الولاد خمس ست أطفال مع بعض ويلعبوا مع بعض كنتي بتلاقي إنه ولاي الأوي لما يكون حد عنده مشكلة طبعا لأي لوقتي فيه أوارنس أكتر إحنا عارفين إنه بقى فيه مشاكل بقى إنه خلاص إنتي لما بتشوفي الطفل مختلف عن الولادة اللي في سنه تبقي عارفة للمولادة ده عنده مشكلة يعني أنا هقول إنه مرض التخاطب أو مرض التخاطب أو تأخر الكلام ده ممكن يكون مرض العصر عشان خاطر الفيديو والجيمز والحاجات الإلكترونيكس الكتير اللي بنسيبهم مع نفسهم كده وبتريح دماغنا وخلاص هل في أنا بشوف إن الألعاب كمان يعني إحنا وإحنا صغيرين كنا بنلعب حتى لوحدنا يعني حتى لو ما فيش حد ألعب معاه أكيد حضرتك برضو مريتي بالموضوع ده أكيد لعبتي مع نفسك كتيرة جدا ومع رايسك ومع حاجات بتاعتك بس يعني كنا بنلعب أكيد ده بقى وفيه أطفال فيه سنجل تشمجن يعني فيه أطفال بيكون طفل وحيد وبيلعب لوحده ما فيهاش مشكلة والبازل مثلا يعني بشوف إن البازل برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي يعبوا في نفس الوقت بتنمي الزكاء بتنمي الإدراك يعني فيه حاجات ألعاب بذيذة ممكن نجيبها الأطفال ممكن يدخلوا محل الألعاب ويشوفوا اللي مناسب بسنة طفل طفلة عن 30 شوف كل صف اللعب اللي عليه 30 واختار اللي طفلك يحبه ويتفاعل به حاجة من إن أنا بنامي بيها قدرات الطفلة عن طريق اللعب حتى جلسات التخاطب إحنا منديها عن طريق اللعب إحنا مش بناد نعمل حاجة نحن بنلعب مع الأطفال الصغيرين عشان يبتدي نجذب انتباههم نبتدي نخليهم يطلعوا كلام نبتدي نخليهم يستوعبوا أكتر بس طبهم يكون فيه مشاكل تانية يعني مش شرط إن الطفل المتأخر في الكلام يبقى بس هو مشكلته إن هو أهله سايبينه مع السكرينز وكده وممكن يكون طفله على فكرة متساب لكل الشاشات وكل حاجة بيكانوا كهز جدا فní الشرط إن شرط إنه الحاجات دي كل ههه ممكن تأثر عليه لكن ممكن ما تأثرش على اللغة ولكن فيه طفل ممكن يكون عنده مشكلة إدراكية ممكن عنده استعداد يكون فيه نفس الهو عنده استعداد أو مولود كده اه طبعا وفيه طفل ممكن يكون عنده مشكلة إدراكية دي لمخليها متأخر في الكلام ممكن يكون طفل أصلا مش سامع وعنده مشكلة في الكلام فلازم لما أنا بقارن تاني ابني أو بنتي باللي في سنه قلقيني هو مش زي اللي في سنه فأي حاجة لازم ألجأ للطبيب على طول على طول يعني لما يكون شايفة أنه فيه فرق بينه بين أكرانه أو اللي في سنه لازم ألجأ للدكتور طبعا أنا إمتى أقدر أنا كأم أحكم على ابني أن هو عنده مشكلة في التخاطب من سنه كام؟ من إمتى؟ من إيه الأفعال اللي هو يعملها؟ بقس بيبان من قليل قوي أول حاجة الطفل عنده ست شهور ما بيعملش أي أصوات خالص عارف الأصوات اللي هي فتعة المناغل اللي هي الحاجات اللي بنوعد نلعب بيها مرة أفضل ده هنا سبع قارب نتكلم في شهور أه طيب سبع شهور الطفل مش بيطلع أصوات خالص الطفل جي على تسع شهور بعمله باي مثلا أو بعمله أي حركة أو بلعب معه مش بيبصلي مش منتبهي طفل عنده سنة مطلعش ولا كلمة طفل عنده مثلا سنة ونص ما فيش ما بينفذش حاجة زي هات حط دي هات كوباية مثلا أو بتديره مثلا حاكتين مثلا كلب وقوته هو عارف كلب وقوته ولو فيه مثلا الكلب ما فيش ما بيعبرنيش طفل عنده سنتين بيبقى كلمة واحدة ما فيش تواصل يعني الوصال ده مش موجود خالص دايما لما بحسني هو الأقل من اللي بسنه على طول يبقى عنده مشكلة وانسني الأم شكل ما تستناش بقى بلاش بقى نسأل الجرين ونسأل الناس اللي هم أصلي أختي أصلي خالتي قالتلي لأ ده أنا كنت كده أنا صغيرة بس الموضوع عادة كويس عادة معيكي بس مش شرطي عادي مع ابنك الزبط كده الفان وما خابة من استشارت وروحة استشارت الدكتور أمراض تخاطب وقلت له قال لي طاب لا أنت محتاجة تودي حضانة أنت محتاجة تكلمة أفضل أنت محتاجة جلسات أنت مش محتاجة حاجة خالص ابنك زي الكل يعني إيه حبيبت بتشوفي أن الحضانة في بداية السن الصغير قوي ده ممكن تكون مفيدة نوعا ما في أن تخلي الطفل يتحرك أكتر يتكلم أكتر يتفاعل مع الناس اللي حواليه مع الأطفال اللي زيه يفكر أكتر طبعا 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 الحضانة مهمة جدا من سنة كامل يعني مفروض أن أنا دخل ابني من سنة كامل لأنه في أقويل كتير ولاس كتيراته لا 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 30 سنين ده أقليل قوي سنتين ده أقليل جدا مش يأكل الحضانات بتقبل من سنتين ومن سنة 8 شهر دخلوا لا تكون مش يحصل لهم حاجة خالص بالعكس هي تطوروا هيبتدي تعلموا حاجات لطيفة هيبتدي تعلموا لعب هيبتدي لو متأخر في حاجة هيقلد لأده لو مثلا طفل ما بيأكلش ما بيأكلش كويس مثلا وبيروح الحضانة تلاقي دايما نقام أنت بتعلقه ده بيأكل كويس أوي في الحضانة بيكتبوا أنه بيأكل سنه فبيأكل كويس زيهم مثلا بيتكلم مثلا كلمتين وهو عنده مثلا سنتين وبيقول كلمة واحد مع التخاطب معني هو يقل الصحاب ويلعب معايا هم هيبتدي يتطور فيبتدي يبقى الكلام مناسب لسنه هو المفروض يا دكتور راشال طفل يبدأ يقول جملة مفيدة أعرف منها أنه هو خلاص يعني مفيش قلق عليه ولا فيه أي مشكلة عنده تخص التخاطب أو التوحد أو أي تعثر في الكلام من سن كم كده؟ لا بسيهية لفل يعني مثلا الطفل هو عنده سنة بيقول كلمة واحدة الطفل وهو عنده سنة ونص ممكن يقول كلمتين من سنة ونص لسنتين بيقول كلمتين الطفل مثلا بيقول كلمة واحدة هو عنده سنة وما بيكتسبش كلمات هو مثلا بيقول مثلا بابا وماما وواقف لحد ما بقى عنده سنتين بيقول بابا وماما وقتها ده مش طبيعي الطفل هو عنده سنتين مثلا بيكون بيقول جملة من كلمتين لتلك كلمات تلات سنين بيقول أكتر أربع سنين مثلا الطفل درجة مفهمية الكلام خلاص بقى برؤية حدية وكلام ودرجة مفهمية الكلام هو 100% لو طفل مثلا عنده 3 سنين وبيقولش الجملة من كلمتين ومسلا أنا مش فاهمة كلامه قوي طب هو كده متأخر فهو في شهور وسنين معانا ببص ببقى عارفة انه هو الطفل في عمر السنة طفل هو عمر 6 شهور لازم يبتدي ينقخ لازم يبتدي ينفذ أوامر لحد ما يكمل السنة ينفذ أوامهات فقف تقليد اللفذي والحركي مهم جدا جدا لما يعمل الطفل باي باي فعارفة بوسة باي باي سقف الحاجات دي كل دي كل حاجات مهمة قاعد أغاني للطفل في الأغاني بقى الأطفال وقاعد أغاني للأطفال واتفاعل معاهم وبعد كده بلاقي ان الطفل مثلا بيقلدي مش جايب الأغنية بس بيعمل زي مثلا وبيبتدي يقلد التقليد اللفذي والحركي ده مهم جدا ومسيبهوش بقى في البيت وانزر اروح ماشيبين اقضوا معايا اتكلم معايا احكيلو اشرح له اقول له حواديت يعني حتى الكلام نفسه بينقل اللغة وحركي بتكلمي على فكرة الحصيلة اللغوية هي بتيجي اصلا من الحكاوي من الامر حكاوي بسمي كل حاجة حولنا الطفل يعني الطفل هو مش عارف على فكرة ايدي ومش عارف ايدي ومش عارف هو لا بسفرك ومش عارف ان دي سنان ومش عارف ان ده عينوه اقول له كل حاجات دي عيلك بقك يلا اخسل شعري اخسل بالشامفو انا شيف بالفوتة اخسل سناني دي الفورشة معجون افتح بوقت يلا اصرح شعرك ايه ده الفورشة المشت كل الحاجات دي الطفل مش عارفها غلا ما انا اسمي الحاجات الى حول في اهل بيعملوا كلام ده روتين لي من غير ما يتكلموا صرح شعره احميه وصرحوا شعره ونايموا ولبسوا فيجامته ولا قطلوا ايدا فيجامة ولا لما كان ساندوتش عارفهم ده ساندوتش انا ده فيه كمان كارسة ده بيسيبوهم مع النانيز وما بيسألوش فيهم خالص يعني مهم انهم مكلوا وناموا كويس وخالص احنا معينا اه تليفون جميل جدا من دوميات معنا خديجة اهلو السلام عليكم وعليكم السلام يا خديجة اهلا بك معينا احنا اهلا بحضرتك وبالدكتورة اللي معاك عندك سؤال للدكتور يا خديجة ايو عندي سؤال اتفضل بقول له حضرتك انا ابني ودته المدرسة بس ما عندوش تفاعل مع المدرسين عندو كم سنة؟ عندو ست سنين طيب عندو تفاعل مع صحابه؟ لا برضو مش بيعرف يتعامل معهم ولا بيلعب معهم حتى ما بيحبش يلعب مع حد بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ لا هو بيتكلم بيقول جملة من كم كلمة بيقول جملة من كم كلمة يعرف يحكي لك حكاية؟ بيبقى لسانه تقيل طيب يبقى احنا لازم نستشير الدكتور امراض تخاطب يعمله اختبارات ويشوف هو ايه المشكلة اللي عندو بالزبط مفروض دلوقتي ما يكونش عندو ولا لسانه تقيل ولا عندو مشكلة في الكلام ويكون بيعرف يعمل صحاب وبيعرف يلعب مع صحابه بيتفاعل مع المدرسين فاحنا لازم نستشير الدكتور امراض تخاطب هي المدرسة قالت لي وديه تخاطب لان عندو في الصروف ما بينطقشوا الصروف مهما كلمه ومهما وعاين مفيش فايدة طيب احنا محتاجين نعمله شوية اختبارات وساعتها الدكتور هيقول لك ايه مشكلته بالزبط هل هو عندو مشكلة اكتر من تأخر الكلام ولا هو مجرد تأخر في الكلام انا عايز اعرف من خديجة هل في اخطاء انت يعني هل هو عندو اخوات مثلا بيتكلموا كويس هو بس اللي عندو المشكلة دي ولا انت مثلا اخطاءتي في حقه ما كنتش مديه الوقت الكافي الرعاية الكافية الكلام الحاجات دي كلها لا انا عندي فعلا اقول ليه اخت بتروح الدرس معاه هي بتتكلم كويس وبتتفاعل مع المدرسة انما هو مش بيتفاعل هو مش بيتفاعل مش عارفة ده خوف ولا ده ايه لازم تستشير دكتور امراض تخاطب لازم تغذيه عن دكتور امراض تخاطب دكتور امراض تخاطب ده هيكشف عليه هيعمله بعض الاختبارات ونشوف المشكلة منين بالزبط والدكتور هيقول لك على طب ما تقلقيش مرسي يا خديجة شكرا ليكي ومعانا اسماء من حلوان هلو اهلا بيك يا استاذ اسماء اهلا بحضرتك يا استاذ عندك اي سؤال للدكتور رشا او انا عندي بنتي في تالتة بتدقي بس هي بتطول في الكلام شوية يعني لما بتيجي تقول كلمة بتمد فيها كده شوية عندكو اي حد في العيلة من طرف حضرتك او من طرف باباها عندو تلعصم تحتها في الكلام اهو عمها كان اتأخر شوية في الكلام ما تكلمش اللي هو كبير شوية طيب اه محتاجين ان احنا برضو نكشف عندو دكتور امراض تخاطب علشان يقول هي عندها تحتها ولا بس ممكن تكون متأخرة شوية في الكلام فمش عم عنداش حصية لغوية كافية اهو هي هي بتلمتشوية كبيرة شوية طيب احنا محتاجين ان احنا هنعمل لها اختبار لغة ونشوف هل هي بس متأخرة في الكلام ما عنداش حصية لغوية كافية فبتطول لحد ما تجمع الكلمة ولا هي عندها اه مشكلة في عندها تلعصم مثلا وايه دركته وفي كل حالاتها تبقى محتاجة جلسات تخاطب طيب وحسك هي في المدرسة بتنسى اه اي حد بيقول لها حاجة بتنسى يعني لو نزلها تشتري حاجة بتنسى هي نزلها تجيب ايه اه مش مركزة في المدرسة طيب برضو دكتور امرت تخاطب هي عمل لها كل الاختبارات دي او عنيفة قوي وضرب وكده يعني مش انت بتضربيها يعني لما بتغلط او كده طيب ما انت بتضربيها هي هتبقى عنيفة هتضرب الولاد فهي الضربة مش وسيلة تعليم ولا وسيلة تربية هو الطريق نحب بنربي ان انا ممكن اعقبها على حاجة عميتها غلط بفاهمها هي عملت ايه وقلها المرة الجاية هتتتعاقبي وبنفذ العقاب لكن الضرب هيخليها عنيفة وهتتضرب ولا التانين معها في المدرسة هتضرب الاضعف منها يعني لانا اكيد مش تقدر تضربك او انا دية اوي وعنيفة اوي ويعني بعض حول غير دمعيها انت ما رحتش لأيه دكتور امراض تخاطب قبل كده لا ما رحتش بك انا كنت عايزة عشان خاطر موضوع ان هي بتمدخ الكريم لا انت لازم تروح لدكتور امراض تخاطب علشان تشوفي ايه مشكلتها بالزبط الدكتور هي عملها بعض الاختبارات وهيكشف عليها وهيقول لك سأيتها ايه مشكلتها وايه الحل شكرا ليكي شكرا ليكي استاذة اسماء طبعا هنا لغة الضرب واضح ان هي المسؤولة عن البنت ان هي عنيفة ان هي عنادية العنف والعند اكيد من الضرب ولكن الفورة بتاع ان هي بتتأخر في الرد ايضر هي عندها تلعاتهم او متأخرة في الكلام وفي الحالتين لازم تكشف عن الدكتور امراض تخاطب ولازم الدكتور يشخصها ويعملها بعض الاختبارات عشان يأكد ايه مشكلتها بس حضرتك سألتها سؤال انا استوقفني بصراحة قلت سألتها ده كان هل باباها او مامتها او حد في العائلة عنده تلعثهم او تأتأهل التخاطب ده ممكن يكون مرض وراسي؟ طبعا طبعا يعني تلعثهم اه فيه طبعا بارت منه وراسي وممكن ميبقاش وراسي ممكن يبقى اول حد يجيله تلعثهم في العائلة وبعد كده ممكن يتنقل يعني طب ازاي ممكن طرق الوقاية بقى هنا بقى انا عايز اتكلم عن طرق الوقاية ازاي؟ من تلعثهم؟ لا ليه بقى؟ ليه لا 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 انه هو مرض لازم نعالجه اه يعني لازم نعالجه بناخد جلسات لكن طفل صغير ازاي احمي انه هو يتأخر بشارة انه هو يكون الطفل اصلا معندوش مشكلة ان شاء الله معندوش مشاكل خالص اه يعني ان شاء الله ما يكونش عنده مشكلة احنا مش هنعرف الكلام ده غير لما يكبر شوية ماهو مش هيكون طفل عنده شهرين وانا هتخيل انه هو هيبقى توحد او هتخيل انه هو هيبقى عنده فرطة حركة وتشاتف تنتباه او ها اجزم انه هو يتأخر في الكلام ولكن اللي اقدر عمله ان انا عشان امنع الاطفال الصغيرين اللي ان شاء الله ما عندهمش مشاكل انه هو يوصل انه هو يبقى متأخر في الكلام او اقل من سنه في الكلام او في اللغة اللي انا عمله ان انا ارغي معاه كسير جدا ان انا لو ابقى دايما بتفعل مع طفل بقعد انا وهو في الارض وبنلعب وبنلعب لعبة الاول اعرف ايه اسم الحاجة وبعد كده بلعب بيها ازاي مثلا دي عربية بزوء العربية بعد كده مثلا عربية تين مع بعض بيعملوا سباق بعد كده اوليه مثلا طيارة وان طيارة بتطير وبعد كده بنعمل بقى ان احنا في مطار وانزلنا والناس سفت درجات من اللعب فبتدي اتفاعل اكيد الام مش هتتخائق انا مش بنقولك زكريلو يعني او خليه ناخد الدكتوراه وعنده 30 سنين او بس اللعب والكلام هناخد استاذ رقفط وبقى نرجع نكمل تاني كلامنا علو السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ رقفط عندك اي سؤال دكتور راشا حضرتك انا عمد استاذ لعمد التواحد تمام اتفضل ايه المشكلة عندك يا استاذ رقفط محمد عمر 8 سنين ونص وعنده تواحد عنده كم سنة 8 سنين 8 ونص طيب حريك بتعمل ايه او ايه الحاجات اللي بتقدمها له يعني حضرتك او كان داخل ماش مع دكتور تخاطباء بتاعة 4 سنين وحاولنا ماتكلمش والك انما الحد بالوقت طيب بياخد حاجة تانية مع التخاطب او اللي بس تخاطب لا انا دكتور تخاطب او كان داخل بغلفات تلمية معارات وحاجات زي كده حال تلات سنين او او بيه تحسن بس بحاجات الحسن بطيء او المفروض لما عملنا الاختبارات الدكتور قال لي حضرتك درجة التوحد قد إيه وقال لك إيه المتوقع من ابنك تقريباً 32 أو 36 لا مش بكلامة لاختبار الكارز أنا بقول قال لك الدرجة يعني هو دلوقتي مثلا قال لك التوحد اللي عنده إنه هو مثلا ممكن يكون الطفل الكارز طالع عنده إنه هو مثلا 32 بس الطفل بيتكلم لا ما كانتش بيتكلم طالما ما كانتش بيتكلم خالصتاب ودلوقتي بيقول جملة من كم كم ولا كلمة هو حارك ممكن تعدي علينا في المركز القومي البحوث ونعمله اختبرات ونعمله الجلسات ون شاء الله يتحسن لا في القاهرة حضرتك أسفى في القاهرة حضرتك؟ لا في القاهرة وحارك مش من القاهرة لا أنا من بني سويف حارك ممكن تروح جمعة بني سويف فيها هناك قسم أمراض التخاطب حارك كل الأسinator هناك هايلين الدكاترة هناك هايلين وحريك ممكن تروح هناك وهيعملوه برضو الاختبارات وهتاخد الجلسات وان شاء الله برضو يتحسن ما هو أكيد الدكتور قال لحضرتك هو إحنا وصلين لإيه أو الطفل إيه التحسن عنده بطيق ما نستفدش حاجة الله منه دكتور يعني محمد المفروض حتى نتكلم كنا هي حاجة بقوله طبا يا دكتور هيتكلم إمتى قال لي والله إذا أنا هو يتكلم طب إمتى دكتور قال لي هو بيخزن بيخزن وفجأة جدت ليتكلم من رواحي يعني إمتى الله أعلم ما دلينيش على حاجة أنا وما دينيش معلومة طيب يعني برضو يا أستاذ أشرف اسمع كرام الدكتور روح برضو للدكتور تاني وتاري ما تسيبش ابنك كده يعني برضو حاول أنا ميبسيب والله ولا أنا عايز أسيب وأنا عايز لو في أي حل حاليا ما ممكن تجيلنا في المركز قومي البحوث بقى زي ما قلتلك وتجيب معاك كل الاختبارات اللي حالياك عملها لإبنك ونشوف هو وصل لإيه ونعرف هو ليه ما بيتطورش حاليا أنا عملت له اختبار من فترة قريبة الاختبار طلع سيمات توحد هو دلوقتي بقى اسمه طيف توحد فما فيش حاجة اسمها سيمات حاليا لحضرتك الدكتورة أو الاستشارية اللي عملت لي الاختبارية لتلي كده طبعا أنا هي أضرأ طيب زي ما قلت حرائك حرائك ممكن تعادلنا في المركز قومي البحوث وإحنا ساعتها هنعمل له بعض الاختبارات ونشوف الاختبارات الحرائك عملها ونعرف ليه ما فيش تطور أو ليه ما فيش تحسن مظبوط كده يا أستاذ رأفت يمكن در التوحد عالية بتخلي إن استجابة الطفل مش زي ما أهله متوقعين ولازم الدكتور يقول لحرائك الكلام ده يعني هنا في مشكلة أستاذ رأفت إنه الولد عنده 8 سنين ومش يعني خلاص عدنا بقى مرحلة إن هو لازم يكون بيكون كلام وبيتكلم عادي طبعا أولا كتابة بيكون عندهم سنينهم كبر شوية وبيبقى بيأخذوا جلسات بقى لهم فترة ومش بيتطور ولكن الدكتور بيقول للأهل من الأول مثلا درجة التوحد عالية جدا والطفل متوقع إن هو ما يوصلش غير للاب المعين فلازم يتقالي الأهل الكلام ده عشان ما يبقاش عندهم او توقعات إنه الطفل دوت هيبقى زي أقرانه أيوة صحة أكيد فدوت أنا بقى أبتدي أعلي الأكسبيكتيشنز أو توقعات تحت الأهل وأقوله ده هيتحسن ده هيبقى كويس جدا فكده مش كويس برض فكده مش كويس فعشان كده دائما بفعل إنه إنه الأهل لازم يروحوا لدكتور أمراض تخاطب يشخص وبقى كده بناخد إجلسات دكتور أمراض تخاطب طيب أنا دلوقتي عايز أعرف بقى المركز القومي للبحوث وتحديدا وحدة التخاطب بتقدم إيه إيه الخدمة اللي بتقدمها للناس وعايز أعرف برضو هل الأسعار يعني مناسبة لكل الأسرة المصرية ولا هي بالمجان ولا بأرقام رمزية يعني عايز أتعرف أكتر على الخدمة أول حاجة احنا بنقدم خدمة كاملة في المركز القومي للبحوث بنقدم دكتورة إحنا اللي بنكشف وبندي جلسات كمان في عندنا ثرفس بيدوا جلسات أخصائيين بيدوا جلسات ولكن في دكتورة كتير جدا بتدي جلسات بنفسها ده مش موجود في مكان تاني على فكرة يعني معظم الأماكن الأخصائيين بس بيدوا جلسات إحنا في دكتورة بنفسنا بندي جلسات حسين الحاجة التانية إن إحنا عندنا بنعمل كل الاختبارات في عندنا موجود في المركز تنمية مهارات في غرف حسية في علاق طبيعي في كذا حاجة في سايكايترست دكتورة أمراض نفسية أطفال فممكن ياخد خدمة كاملة وياخد كل الجلسات بتاعته في المركز الأسعار لا أسعار طبعا بسيطة جدا بس ما فيش مجاني ولكن فيه تأمين يعني عملي كذا ديل مع التأمينات فيبقى بأسعار رمزية والله دي حاجة جميلة جدا بصراحة يعني حنا طول الوقت بنقول للناس نحاولوا تستفيدوا على قد ما تقدروا من الخدمات اللي بتقدمها الدولة حريك بتقولي أنه يعني العلاج أو الأسعار يعني ما هياش كبيرة وأسعار رمزية أو فيه أماكن تانية كمان فيه المركز أقوم بحوث فيه الأسر العيني واحدة أمراض تخاطب فيه شمس واحدة أمراض تخاطب فيه معهد السمع والكلام كل الجامعات اللي موجودة جامعة بني سويف جامعة أسيوت جامعة المنصورة فيه جامعات كتيرة جدا فيها أقسام أمراض تخاطب وبيضوا جلسات وبيكشفوا فالأهل مش لازم يكون عنده مقدرة مادية معينة عشان يبتدي يعالج ابنه ممكن يروح جامعات أو يروح أماكن حكومية وفيه مستشفيات كتيرة فيها مستشفيات حكومية فيها تخاطب طب حلوة قوي يعني أنا بس بقول لكل أم ولكل أب لو أنت عندك مشكلة أو طفلك عنده أي مشكلة على طول توجه روح للمركز القوامل البحوث روح للأسر العيني بيقدموا الخدمة دي بنفسهم بيعملوا اللي بيكشفوا على الطفل الدكاترة نفسهم هم اللي بيكشفوا وطبعا الأرقام يعني زي ما الدكتور عشر بتقول يعني الكشف بأرقام بسيطة مش غالية أبدا فتقدر أي أسرة مساية تستفيد من الموضوع ده وطبعا لو عندك أي تأمين من أي نوع فالموضوع برضو هيبقى مخفض أكتر بكتير قوي ناخد بقى أمال من الجيزة ألو شو مساء الخير أمام بيك يا أستاذ أمال طبعا كنت ممكن أكلم الدكتورة سؤالي أني عندي ابني بنتي سنتين هي دوبك بيقول ماما وبابا وودنا حضارة من سن سنة ونص وكده بس ما بيتكلمش أكتر من كده بس بيفهم هاد ده يجيب ده ودي ده يودي ده يعني عنده الشهم كويس بس ما بيقولش لماما وبابا بس طفل عنده سنتين ما بيقولش غير ماما وبابا فهو متأخر كويس ني هو بيستجيب معنى كي ان شاء الله قدرات العقلية عندنا كويسة يبقى إحنا نعمل إيه نتوجه لدكتور أمراض تخاطب أقرب مكان ليكي عشان بعد كيها تنتظمي في الجلسات ودي حاجة عايزة نصح بيها كلها إنه إن أختار مكان قدي فيه جلسات تخاطب قريب مني بلاش أودي مكان بعيد أقول قصي الدكتور هناك شاطرة أو قصي الأخص ليه بقى هتفرق في إيه عشان الاستمرارية لأن مساعة الجلسات بنوعد فيها ست شهور وسنة وأكتر فزي ما بقول لحضرتك حضرتك هتتودي حفيدك لدكتور أمراض تخاطب ويبتدي ياخد جلسات وهيتحسن إن شاء الله فكرة الاستمرارية دي بقى مهمة جدا لازم ننصح بيها للأباء والأمهات الاستمرارية أهم حاجة بجلسات أمراض تخاطب طبع عشان فيه أولاد بقى يعني بيحسوا أن هم خلاص بدأوا يتحسنوا فخلاص احنا هنكمل معهم في البيت بقى يعني هل هنقدم الخدمة ساعات بتكون التكلفة عالية على الأحنا فبيختاروا أنه هو يكمل في البيت مفيش مشكلة لأنه هو بيكون اشتغل معه كتير قوي عارف بيشتغل إزاي بقى له مثلا سنة أو سنة ونص بيشتغل والأمه ممكن بتعمل تدريبات وبتعمل حاجات معينة ودورات بتحضرها بتخليها تقدر تتعامل مع الطفل وهتبقى هي أكتر واحدة قلبها عليها أنا مش ضد الفكرة ولكن تمشي بقى مع دكتور إنه هو مثلا ممكن يعملها هو بيقول لها مثلا إيه الأهداف اللي محتاجة تشتغل عليها هي محتاجة تشتغل علي إيه أكتر من إيه والتابع مع الدكتور وهي تشتغل معها في البيت طب عشان برضو برجع وأقول إنه لو التكلفة عليكم غالية زي ما الدكتور كده كان بتكلم برضو متصلة وقالت لها أنا من قالت لي كان ممكن تمنيه من أسواق من بني سويف برضو فيه في كل أماكن هناك تتوجهوا للجامعة مستشفيات الجامعية ممكن تلاقوا فيها الخدمة دي بتتقدم بتقدم بشكل برضو يعني يمكن بالمجان أو يمكن بقى أرقام رمزية جدا عشان لو في حد فيكم مش قادر يكمل مع دكتور لو هو غالي شوية أو حاجة فمعلش إمتى كأم أحس بالخطر وهل أنا لو وديته المدرسة أبقى أزي وبعرضه للتنمر وبعرضه لحاجات ممكن تهزه نفسيا ولا مفروض أتصرف الزي خالص ودي أولادكم المدرس والحضرات مفيش حاجة اسمها هيتعرض للتنمر لا أنا لما بدخل أودي إني مدرسة أو حضانة وأقول إيه مشكلته للقائمين على المكان هم دورهم أن هم يحموا إبنهم لما هيعرفوا الأولاد أنه الطفل ده عنده مشكلة وأننا لازم نتعمل مع الطريقة معينة الطفل مثلا عنده تلعطهم وعنده تسعة سنة هل أخبي على المدرسة ولا أقول المدرسة عشان المدرسة تقول الأولاد وتخلي محدش التاري عليه وعلى كلامه لا يبقى كده أفضل أنا أقول طبعا بالضبط إدوة هيفيد الطفل أكتر في أهالي للأسف بتتمسك بمدرس معينة وتداري عليها وتخبي أن الطفل عنده مشكلة عشان عايز أولادي كلهم مع بعض لو المدرسة دي مش هتفيد ابنك بليز ينقله من المدرسة دي لمدرسة تانية هتفيده بتقدم له دعم بتقدم له دمج بتقدم له جلسات في المدرسة بتقدم له حتى مدرس يكون فاهم زي تعمل مع الطفل فبدل ما يكون التمن ساعات اللي الطفل موجود فيهم في المدرسة مش بيتطور ومش بفيده لا أنا ممكن المدرسة تساعدني جدا وتكون سبب في تطور ابني وتكون سبب أنه هو في علاج مشكلته صحيب أنا كده لازم أنا والمدرسة نكون متفقين على فكرة إنه بارد عنده مشكلة ولازم يتحسن إحنا دايما بنشتغل بيكون الأهل اللي سير في استبعانه المدرسة والحضانة وكل القائمين على إن هم يحسنوا الطفل وقدرات الطفل فإحنا بنشتغل ترياد فما ينفعش إنه حاجة منهم تقل لازم التلاتة يشتغلوا مع بعض كلنا بنشتغل مع بعض لازم نتكاتف معانا عولة على التليفون ألو والسلام عليكم وعليكم السلام زيك يا عولة تفضلي الحمد لله تفضلي مع الدكتور واطي تريفزيون لو سمحت مصيحة عندي عائشة عندي أتحتني تفضلي تكملي بس هي عند السنة ثالثة يعني مدها دروسه كده وحاولت إن أنا أعلمها بس تب حافظة ودي ثانية متنسى كل حاجة طيب بتشتكي من أي حاجة تانية ولا بس إن هي بتنسى لا أوعد أنتر فيها كده تبص في كده وتضحلك ثانية ومتضاش ترد عليك من وهي صغيرة ما بتردش عليك ولا ده حاجة جديدة لا مش هي هي من زورة كده على كده أقول لي على حاجة ممكن تنساها ممكن تب يعني تقول لي عليها تاني يوم تنساها ما تفتكرش أي حاجة طيب حضرتك وروادتها لأي دكتور أمراض تخاطب قبل كده لا ما تتحاش عندي حاجة طيب إحنا حنحتاج إن إحنا توديها عند دكتور أمراض تخاطب علشان يعمل لها بعض الاختبارات ونشوف المشكلة فين بزرعة هل هي مشكلة بس في الزكرة العاملة أنها مش بتفتكر ولا هي عندها مثلا حركتها زيدة وعندها مشكلة في تشطط الانتباه ولا مثلا هي عندها مشكلة تانية خالص وحارك مش مكتشفها من وهي صغيرة أنت منين يا عولا؟ أنا من أسيوت جامعة أسيوت هتتوجهي ليها وفيها هناك قسم أمراض تخاطب أو وحدة أمراض التخاطب الدكتور هناك هتكشف عليها وإن شاء الله تتحسن يعني عندك هو خدمة جميلة جدا وبأرقام رمزية فخدي البنت وروحي على طول ما تتردديش لأنه طبعا لو سبنا الأطفال في السن ده وتهوانا في العلاج ده ممكن يكمل معاهم بقى وبعدين هي كمالة طفلة عندها تسعة سنين فإحنا قريدي متأخرين فإحنا قريدي متأخرين جدا فأنا أنصح أي أهل أول ما تلاقيين يا ابنك منهم هو صغير مش بيتفاعل كويس لأنه يمكن تكون مشكلة أكبر بكتير من مجرد ذاكرة عاملة أو من تشبته تنتباه ويكون مشكلة أكبر من كيه بكتير فما أقدرش أقول ساعات في أطفال بيبقوا مثلا الأهل فاقين يوم متأخرين أو بيتنشوهم أو واتقافر المشكلة هي إيه وبنيجي مثلا على ثمان سنين يفجأوا أن الطفل أنت واحد مظبوط فما ينفعش أن إحنا نسيب الولاد ونقول مشكلة وهتتحل لا روح استشير الدكتور أمراض تخاطب زي ما قلت في الأول هو هيفيدك هيقولك ابنك عنده مشكلة طب هتولي بعد ست شهور أشوفه يتحسن على إيه ويديلك كده يقولك مثلا تعملي إيه بالزبط تتكلمي معا الزي تودي حضانة تودي مدرسة محتاجة تشتغلي معا إيه أو مثلا تديره جلسات أو ما تدروش حاجة خالص مثلا عن ابنك زي الفول والله يعني كلام جميل جدا أتمنى أن كل أم وكل أم بياخد بالهم من الحكاية دي ولو فيه أي مشكلة أو حاسين أو ملاحظين أنه هو مش سليم مش طبيعي مش زي اللي شبهه في نفس السن مش لازم يكون شبههم بالزبط برضو علشان لا فيه فروق برضي بس يكون فيه فروق واضحة على طول توجهوا لأي دكتور تخاطب ويمكن هو الدولة بتقدم في المركز القاومي للبحوث في مراكز في مستشفيات الجامعات بيقدموا الخدمات دي فتوجهوا لها على طول كان معنا دكتور رشا سامي استشاري أمراض التخاطب ورئيس مجال التخاطب في المركز القاومي للبحوث نورتين يا دكتور رشا شكرا شكرا بيكي وإن شاء الله تتكرر مرة تانية لأن الموضوع وتليفونات كتير قوي بصراحة مرسي جدا لكي وشاهدين هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية نستقبل ديف جديد وفقرة جديدة معنا نهاردة فأنتي استنونا لأنه موضوع مهم وقطير جدا لفقرة الجاي رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي أنتي بنستقبل ديف جديد وفقرة جديدة النهاردة وطبعا يمكن أوقات كتير بنمر بمواقف ما بنبقاش فاهمين فيها حالتنا النفسية شعورنا الداخلي بنبقى محتاجين نركز جوانا كده ونفهم إيه حقيقة إحساسنا والشغبطة واللغبطة اللي حصلة جوانا دي أو إدراكنا كده للمواقف وأمور بعينها في حياتنا وده بيسموه Mindfulness أو بالعربي اليقظة الزهنية وده بيكون له دور مهم جدا جدا في تعاملاتنا ومواقفنا في الحياة والمود المود كمان اللي بنعيشه في فترة كده من الفترات سواء كان مود له علاقة بالتوتر أو مود له علاقة بالاكتئاب أو حتى تردد فيه أمر ما مثلا في حياتنا مش عارفين ناخد فيه قرار فهنتناقش في كل الحاجات دي النهاردة مع الأستاذة سماح أبو السعود وهي مدربة اليقظة الزهنية اللي هتنورنا النهاردة وهتفهمنا إيه هي يعني أو هتكلمنا عن المفهوم الجديد ده وإزاي ممكن نستفيد منه في حياتنا اليومية أستاذة سماح أهلا بحضرتك معنا النهاردة أهلا بيكي الكلام ده أنا قلته بقى ده فعلا بيعبر عن اليقظة الزهنية ولا لا؟ لأن أنا عايزك تشرحيه لي بقى إيه باستفادة كده نوعا ما بصي هو أنت قلتي هو حاجة جديدة هو أكتشلي هو مش حاجة جديدة هو حاجة يعني بقى لها سنين كتير بس هو ابتدى يتعرف يعني قريب اه مش قريب في التسعينات مثلا ابتدى يتعرف في الوستن بلايسز بس هو يعني المعنفلنس لو إحنا ركزنا شوية هو اليقظة الزهنية دي إن إحنا نبقى حضرين تمام؟ بالضبط فإن أنا بقى حضرة دي يعني ده الأديان السماوية بتحث عليها علشان أنت ما تيجي تصلي مفروض أن أنت تبقى حضرة مفروض أن أنت تبقى كلك في اللي أنت بتعمليه تركيزك كله في الصلاة تركيزك لما بتيجي تدعي نفس الحكاية فهو ده حاجة المفروض أن هي حاجة تبقى إحنا كلنا نعملها ليه علشان إحنا دلوقتي طول ما إحنا ماشيين إحنا ماشيين بالاوتو بايلوت مود دماغنا هي ماشية متبرمجة متبرمجة بيزدع على إيه؟ على إكسبرينسز قديمة ليه بقى إكسبرينسز قديمة؟ هو العقل بتاعك بيجي المفروض أنه هو بيتبرمج على أساس الحاجات اللي بتحصل من يوم ما بتتولدي لحد ما بتكبري كل ما بتكبري الإكسبرينسز بتاعتك بتزيد فبتبتدي زي مثلا هقول لك إجزامبل أنت بتصحي الصبح أول حاجة بتعمليها إيه؟ مثلا ممكن أكل أفطر على طول أشرب مية بتصحي بتفتحي عنيكي إحنا معظمنا بيفتح عينينا بيبص على تليفونه بيدخل يخسر وشه يعمل معرفش إيه؟ فبتبقي بتحسي أن في حاجات أنت مبرمجة عليها بتعمليها أنت غير وعي بس فهو المطلوب أن أنت تبقي وعية ما تبقيش ماشية طول الوقت بالأوتو بايلت موند بس فهي الماينفولنس أنت لو إحنا هنعرفها كتعريف هي أن أنت تبقي حضرة وأن أنت تبقي اللي هو لحظة عيشة لحظة بلحظة عيشة لحظة بلحظة دي أبقى حاسة بنفسي أبقى حاسة عارفة فهم أفكاري واخد بالي من أفكاري من إحساسي من الحواس بتاعتي لما أمسك كوباية مثلا أبقى حاسة بيها أي حاجة أبقى وعية بمشاعري أبقاش اللي هو في مشاعر ملخبطة جواية كل حاجة أبقى وعية بيها لحظة بلحظة وأهم حاجة بقى أن كل دا يحصل من غير ما يبقى فيه أي أحكام إزاي يعني أحكام؟ أحكام مني على نفسي؟ ممكن أحكم مني على نفسي ممكن أحكم مني على غيري إحنا بنصدر أحكام كده مننا اللي هو أكوردينج للي إحنا فاهمين إيه أو إحنا شايفين إيه مرجعيتنا إيه أو اتجاهاتنا إيه؟ بالزبط فهي دلوقتي أنا بابقى حاسة باخد بلي من أفكاري ومن الحوايس بتاعتي ومن مشاعري ومن كل حاجة من غير مصدر أي أحكام إزاي الكلام دا يعني إيه؟ يعني فوركزامبل مثلا أنا دلوقتي متضايقة حصل موقف متضايقة منه خلاص؟ فأنا هيجي هتضايق هبقى وعية أن أنا متضايقة من الموقف ده أنا متخلقتش متضايقة طبعا أنا اتضايقت عشان موقف حصل أو موقف حصل لي كده فالضبط فالضبط فالضايقت فهبقى وعية طول ما أنا وعية أن أنا الموقف ده حصل فأنا متضايقة منه دلوقتي فهبتدي بهدوء أفكر أتقبل الخطوة تانية بتبقى التقبل بقى وده ممكن نتكلم عليه بإندي تيلز بسيال خطوة بتاعة التقبل دي أن أنا أتقبل الموقف اللي حصل لي ده مصدرش أحكام هو موقف حصل أنا حاسة أن أنا متضايقة لهو إحساس حلو ولا هو إحساس وحش أنا حاسة أن أنا خايفة لهو حلو ولا هو وحش يعني فيه ناس تقول على الجبن أنه هو حاجة ده حاجة وحشة أو الخوف حاجة وحشة ده جبان وما بيعرفش أخذ قرارات ومعنه مش شباعة بس هو سامتايمز أنا ممكن يرسل الخوف بطريقة تانية أن الخوف بيخليني أن أنا أتجنب حاجات خطر صح فهو مفيد في بعض الأحيان فكل حاجة ليها حاجتين الحب جميل ولطيف ولزيز بس سامتايمز بيخليني مش شايفة قدامي فأدخل في حاجات غلط أو حاجات مدرة ليا يعني كل حاجة وليها سلاحة زوحة الدين بي حاجة بتأيدها والتانية بترفضها بالزبط فهو أنا محكمش على حاجة هي حلوة أنا عندي شعور معين هو شعور عندي فكرة معينة هي فكرة بس كده طب فول ستوب لما يجي مثلا سي مثلا في ناس بيجوا مثلا يقولك أنا بحب الشتة وأنا بحب الصيف وأنا إحنا دايما بنتخنق كل يوم الخنقات فهو ده حلوة أنا بقعد أقول أنا بحب الصيف أكتر بس هو أنا بحب حاجات في الشتة وحاجات في الصيف الحاجات اللي ما بحبهاش بقى خلاص يعني هي هو عشان يجي الفصل ده لازم أمر بالفصل ده صح فهو ما ينفعش إن أنا أقول على ده حلو ده وحش وده حلو ده وحش هو فصل من فصول السنة بس أنا مش عارفة ليه مصطلح اليقظة الزهنية ملمس معايا في حيثة إنه أنا هيخليني على طول ألرت فده ممكن يصيبني بمرض الأرق إن أنا يعني على طول في يقظة بالعكس لا بجاب هقول لك ليه هي اليقظة الزهنية دي أو الماينفولنس أنا مقدرش أشرحها هي ما تتعلمش في كتاب ولا تتدرس هي بتبقى عبارة عن براكتسز وإكسرسيز بنعملها بنعود نفسنا عليها إن إحنا نعملها كل يوم فبالتالي بنبقى وعيين بنفسنا يعني مثلا فور إجزامبل أنت وانت سايقة مش ساعات بتلاقي نفسك مثلا سايقة من مكان لمكان أنت لا شفت أنت عدتي على إيه ولا عرفت أنت شفت ولا شفت حاجة أنت ما شاهد في العربية بتفكري وسامتاعمز في ناس بتعطي تاكست وحاجات كده طيب ده لو أنا السواقة دي أكتر حاجة مطلوبة فيها التركيز أنا لو جيت دلوقتي مركزة في السواقة لازم بقى مركزة على الإشارات لازم بقى مركزة على العربيات اللي جنبية في المريات الحاجات دي كلها وإلا هيحصل إيه ممكن أنت حصل حادثة بعد شر بالضبط فهو مطلوب إن أنا أفضل مركزة وعي sometimes بطلع غصبا عني مخي بيروح للأوتو بايلت مود اللي هو الجزء اللواعي ده أو اللواعي بيشتغل وده برضو مش وحش لأنه هو بيسيف أنرجي إن أنا مفضلش طول الواقع أو مفضلش في اليقظة على طول خليه مثلا معرفش أنام اليقظة الزهنية بالعكس هي اليقظة الزهنية أنت مثلا في حاجة من الجزء منها وجزء كبير منها هو الميديتيشن فالميديتيشن أنت بتبقي فلي مع نفسك ومع نفسك والحاجات دي كلها فده بيخليك تريلاكس بيخليك تدخلي بالعكس ده ممكن يخليك تنامي ديب سليب أحسن كتير فعلا أنت بقى أنا ريفتي بقى عارف إيه الخطوات والتدريبات دي علشان أنا ريفتي أنام قائلت دي قصة طويلة وفيه حاجات فيه أبس كتيرة دلوقتي على الموبايل للماينفولنس وللحاجات زي ميوزيك بترددات معينة بتخليك تجو انتو ديب سليب فعلا ميوزيك بترددات معينة اللي هي الميوزيك الخفيفة الصوفت قوي دي في حاجات هي اكتبي كده ديب سليب ميوزيك هتلاقيها طلعك على اليوتيوب وعلى وعلى أبس وعلى حاجات كتير طب حلوة قوي دي لو شغلتها جنبي هتنامي هنامي أنا بشغلها على طول بتشغليها على الموبايل عشان بس الترددات والترددات بخليه بايد عنيه وبنام بس بقى سمعها مبايد بتساعدك ان انتي تخشي في النوم على طول طب دي علاقتها التدريب ده ايه علاقته بالياقص أنا بقولك لا عايزة بقى حاجة تساعدني ان انا اتقبل الموقف اللي انا فيه بعد الشر فقدان عزيز بعد الشر مشكلة كبيرة ومش عايزة تتحل ولسه قدامها وقت ازاي قدر اتقبل وتماشى وتعايش مع الموقف اللي انا فيه طيب انا هسألك سؤالي دلوقتي هصلك موقف او حصل لأي حد موقف وحش واتقبر الموقف ده هو ايه لو ما تقبلوش هيحصل ايه في الموقف ده ولا اي حاجة الموقف هيفضل لحد ما ينتهل واحده بس الانسان عشان عنده مشاعر فغصبا عنه مشاعره بتسوقه فميبقى زعلان وحزين بس هقولك حاجة في مقولة بتقول اللي احنا بنقوه بيكمن او بيفضل ويمكن كمان بيزيد اي حاجة بتقوميها بتزيد فطيب انا الحل بالنسبالي انا دلوقتي مثلا متعصبة لو انا اعدت اقاوم العصبية دي اقاومها 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 هيحصل ايه هتعصب اكتر هتعصب اكتر هتعب هتعب جسمي هيتعب وعضلاتي هتنشن وكل حاجة هتنشن طيب انا متعصبة من موقف فبدل ما اتعصب من موقف ده انا هتقبله انا هتقبله التقبل هو ايه التقبل هو ان انا اتبنى اللحظة اللي انا فيها دي زي ما هي كده من غير اي حاجة من غير اي احكام عليها هي لحظة صعبة مثلا مرد بي خلاص هي لحظة حاجة بتحصل دلوقتي طيب هتقولي دي سلبية مني ان انا ابقى سايبة كده الدنيا لا دي مش سلبية خالص بس هي ان انا ابقى فهمة ووعية ماقدرش أغير حاجة حصلت لأنه عارفة ممكن دلوقتي اتنين كوبلز مثلا متجاوزين أو مرتبطين ومسلا الطرف التاني سواء كان بنت أو ولد كول جدا وفي مشكلة كبيرة والطرف التاني بيتنطط في مكانه أنا مش هادر أغيرها فده ممكن نسميه برود ممكن نسميه يعني لمبالاة لا فيه ناس بتقدر تتحكم في أعصابها فيه ناس بتقدر تتحكم فيه ناس بتقدر واللي ما بتقدرش تقدر تعمل تمرينات علشان توصل لده بالزبط أنا شخصيا كنت شخصية عصبية جدا ابتديت أهدى حبة بحبة يعني أنا الماينفلنس ده غيرني أنا شخصية جامد جدا وأثر في حياتي عشان كده أنا مهتمة دايما إن أنا أعرفه للناس طب وأخذ معاكي وقت قد إيه بقى علشان توصلي من واحدة عصبية للشخصية هادية بتتقبل الأمور زي ما هي مش هقولك إن أنا ما بتعصبش أنا مخلوق بشري برضو لازم هتعصب وهتدايق وبعيط وكل حاجة بس حتى وأنا بعيط مثلا على حاجة أنا وعي إن أنا بعيط على الحاجة دي عشان أنا متدايقة دلوقتي وهتخلص أنا بطلع الناجاتف أنرجي لجواي وخلاص خلاص فكرة التقبل فوعي ده إن أنا أبقى متقبلة ده أنا بقولك التقبل هو أني أنت بتتبني اللحظة اللي أنت فيها زي ما هي من غير أي ما تعملي فيها أي حاجة بعد كده بتبتهي تشوفي لأن هي خلاص هي حاجة حصلت حاجة حصلت إن شاء الله لو هي اللحظة اللي فاتت هي ماضي طيب المدتيشن له علاقة باليقظة الزهنية أو بفكرة التقبل أو الحاجات كلها اللي بتتبنيها اليقظة الزهنية موسي المدتيشن عامạn هو فيه أنواع كتير من المدتيشن خلاص فيه الحاجات اللي بتاعت البيانات الف jorn Wasping technique البيانات الف夜 عندما يتعصب جدا جدا بيعود ويقولوا له خد نفس طويل ليه؟ علشان انت لما تاخدي نفس ما هو بقولك لها هي لها تكنيكس فانت في مثلا لهو بتاعي لاتنجو ان انت تطلع من جواك التوتر او حاجة انك انت تاخدي نفس قصير وبعدين تطلعيه كتير في كتير يعني اخد النفس مثلا كده واطلع افضل فابتدي اطلع وده بيقابل راحة ولا برضو بيقابل راحة لا لا بالراحة بطلع خلاص بقابل افضل اطلع كده لو انا قعدت شوية كده لدي نفسي هديت طب قوليني بقى واستاذا سماح البركت دي او الحاجات دي انا لازم انا ممكن اعملها لنفسي في البيت ولا لازم حد يكون متخصص ودارس الحاجات دي او عارفها كويس جدا وعارف التكنيكس بتاعتها او اللازم يستعيدني ان انا عملها لا يفضل طبعا حد يعرفك التكنيكس دي الاول لان هي ما بتمشيش كده يعني هي لازم بتبقى خطوات بلاس ان هي برضو هو في حاجات كتيرة اصلا تخليكي تبقي الارت او تبقي انتي مش الارت ان انتي تبقي في البرزنت مومنت من الحاجات دي مثلا هقولك على حاجة ممكن تعتبرها حاجة عبيطة جدا ان انتي انتي مثلا اديكي الدوميننت يمين او شمال لما تيجي في يومك في خلال يومك تستخدمي استخدمي الايد التاني ليه بقى؟ هتلاقي نفسك بتفكري انتي انتي بتسبي مركزة ايوة فهمة؟ انتي مركزة يعني مش بتعمليها انتي انكونشس ليه تمسكي مثلا لو انتي باليمين تمسكي باليمين لو انتي بالشمال تمسكي بالشمال لكن لو انتي بتعملي خلاص انتي النهاردة انا بدل ما هاكل باليمين هاكل بالشمال بدل ما هاخصل سناني بقضية الليمين هاخصل سناني بقضية الشمال بدل ما همسك الحاجة باليمين همسكها بالشمال فهفضل مركزة ان انا عايزة امسك بالشمال فهده هيخليني ان انا في يقزة ذهنية بالزط فهيخلي عقلي بدل ما هو شغال على طول بالوعي هيبتدي يشتغل بالوعي شوية طيب حبا حبا بيبتدي طيب اعلاقة بقى اليقزة الذهنية والاستفادة منها وقت الامتحانات والمذاكرة والحاجات دي وهو دي بقى اللحظات اللحنة فعلا بنبقى عايزين اولادنا يكونوا موجودين فيها وقت يعني الجد بصي بقى هي يعني المعنفلنس اوليقظة الذهنية دي دي يعني انا دلوقتي دخلت فيها في السن اللي هو بتاع المراهقين ليه بيت انستركتور فيها للمراهقين ليه لان هي اهم انا شايفة ان هي اهم من الكبار كمان لان الولاد في سن المراهقة ده وفي سن المدرسة بيتحطوا في سترس فضيع من كل ناحية هما بيتحطوا في سترس من صحابهم اللي في المدرسة بيتحطوا سترس من المدرسين بتحطوا سترس من الاكسبيكتيشنز والتوقعات اللي هما شايفينها الناس متوقع منهم ايه من المقارنات اللي هما بيقارنوا لان في السن بتاع المراهقة دايما اللي بيبتدوا يبصوا لبعض والمغنيين والموثلون والناس يكلافة بيبتدوا ان هما كده من مثلا الاهالي وانت لو ما نجحتش معرفش ايه انت في كل السترس ده طبعا هو في الماينفلنس بيبقى تمام يعني بيخليه بقى ان هو يقدر يقام السترس ده بيديله سلف كونفيدنس لان حاجة من الحاجات بتاعة الماينفلنس يعني ستابس توردز ماينفلنس ان انا بعمل اول حاجة مثلا تاني حاجة الاكسابتنس فانا دلوقتي اول حاجة اني محكمش على الحاجة اه مفيش حكمة تاني حاجة التقبل طيب انا لما ايجي مثلا لو انا حد مراهق في سن صغير او حاجة وشايف انا قاعد معاك وشايف ان انت لا بتحكمي علي ومتقبلاني زي منا وتمام واحنا بنكلم كويس هيبقى عندي سترس لا اخالص طبعا هتكلم برحتي كل لما بحس ان انا مقبول بانبسط فده بيخليني في حالة نفسية افضل هياخد ثقة في نفسي اكتر فهبتدي اتكلم اكتر فهو حتى لما بنيجي نعلم السن ده الماينفلنس بيبقى جزء كبير منه جدا ان هو يشار هو حاسس بايه حلبة او يبقى انتي لمستي نقطة مهمة جدا كنا بنتكلم فيها في الفقرة قبل كده عن فكرة التعصر في الكلام والتخاطب والتواخد والحاجات دي كلها قال لي اليقظ الزهنية دي ممكن تكون نوع من انواع التمرينات اللي ممكن تعمل وقايا للاولاد او للاطفال ان هما لما بيجبروا بيجبروا طبقا لبناء صحيح وسليم وصحي وكده طبعا لان هما بقولك هي بتبقى مدياهم ثقة في نفسهم بيه بتعلموا انا كان في حاجة كده كان في بنت على تادكس يوث بتتكلم مرة بتقول هي عندها حوالي 13 14 15 سنة في الرينج ده فبتتكلم بتقول بيقولوا لها الاهالي بتصنفوهم ازاي فقالتلك في نوع متسلط وفي نوع متسيب طب انتوا عايزين ايه قالت انا لا عايزة ده ولا ده احنا عايزين اللي يسمعنا عايزين اهلنا يسمعونا فهم دايما هم عايزين حد يشوفهم عايزين حد يتقبلهم عايزين حد يبقى ما يحكمش عليهم اي حاجة يعملوها مثلا اللي هي لو حاجة مش زي منهم فهو كده وحش صح مظبوط هو فعلا فكرة اللي هو يماسك قوي يا سايب قوي ما بالضبط ولدي ولدي انا عايزة حد يفهمي انا عايزة حد يبقى يخليني واثقف نفسي اقدر ان انا لو جات لي مشكلة اروح لبابايا ومامتي اقول لهم انا عندي مشكلة مظبوط ودي ايدي اكتر حاجة بقى بالتقب يعني بالتقب في مشاكل كتير ايه بتحصل من وراء انه انا خبيت على مامتي وبابايا لان انا لو هروحت لهم هم مش هيقبلوني ولا هيقبلوا افكاري فهيحصل مشكلة اكبر بسك بشكرك جدا انا استاذة سميحة لو وجودك معنا نهارده نوارتينا واكيد برضو يبقى لينا لقاء اخر نتكلم باستفادة اكتر ونعمل بقى براكتس على الحقيقة كده عشان نستفيد يعني اكتر شكرا لك مشاهدينك كان معانا الاستاذة سميحة ابو السعود مدربة الياقزة الذهنية اتمنى تكونوا استفادتوا معانا النهارده في اليوم كل المعميز وكل الداديز وكل الاسرة المصرية يكونوا استفادوا النهارده معانا من كل اللي قلناه النهارده ارجوكم اباعدوا اولادكم عن الجيمز الانيميشنز الحاجات دي كلها لانه بتأثر تأثير سلبي جدا عليهم لو ما كانش في المستقبل القريب فهيبقى في المستقبل البعيد اشوفكم بكرا ان شاء الله في حلقة جديدة وانتي استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة